إدارة الضغوط إن أنت تدير ضغوطك وأنا بنصحك إن أنت تشوف حلقة إدارة الضغوط اللي احنا تكلمنا عنها سواء إدارة الضواجية أو إدارة الضغوط كمان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب إيه اللي حاصل؟ فما تعرضش نفسك للضغوط وتتخلص فعشان كده حضرة النبي التقى بأشهر مدير للضغوط من الأنبياء مين؟ سيدنا موسى عليه السلام ضغوط إيه؟ ده ضغوط جبارة ده معا قوم بني إسرائيل ده بني إسرائيل دولا عملوا في الأنبياء اللي ما عملتش ده قتلوا الأنبياء ضغوط كتيرة ضغوط كتيرة ده يدوبك عد البح فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ضغوط ضغوط كتيرة فسيدنا موسى كان نموذج لإدارة الضغوط ونزاك لما اضغط عليه فرعون والملأ من وراه وقدامه البح فقومه قالوا له إيه؟ إننا لمدركون فرح جوابه العبقري اللي بيخليه يحس إن إدارة الضغوط دي لأنه عنده مدد من الله فقال كلا إن معي يا ربي سيهديه فلازم تدير ضغوطك عشان ما يحصلش انتكاسة وترجع لإدمانك مرة تانية آخر بقى خطوة في التخلص من إدمان هي خطوة إن لي فيها التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم في السماء السابعة فتعلمنا من سيدنا إبراهيم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم اللي اترمى بالمنجنيق في النار وإيه؟ وصبر وثبت فتعلمنا إن الخطوة السابعة في التخلص من الإدمان هي الصبر والثبات اللي تعلمناه من سيدنا إبراهيم عليه السلام آه النار اللي كان فيها سيدنا إبراهيم كان بتحرق الطير في السماء كان بتشوي الطير في السماء ولكن سيدنا إبراهيم جلس في النار يسبح بثبات عجيب وصبر وحافظ على ثباته شكرا